وعشان نتعلم من الزوجين الزيب وأصدقاء احنا عملنا ايه؟ حضرنا لكم عشر خطوات في طريق الصداقة الزوجية عشر خطوات لو احنا اتدربنا عليهم وعشناهم هتتحولي إلى صديق لزوجتك هتتحولي إلى صديق لزوجك اول حاجة التفاهم والاحترام كل واحد من الزوجين لابد انه ما يفهم يفهموا الآخر يفهموا ويحترم مشاعروا وياللي حاصل وكمان لازم يستمعوا البعض بعناية ويعرفوا احتياجات بعض ورغباتهم ويحاولوا بقدر الامكان على قد ما يستطيعوا ان هم يلبوا هذا وما فيش حد يقدر يحاسب حد ويوصلوا إلى الاحترام زي الزوجين وعشان كده مش بيحترموا غير لانه حاسس بيه كإنسان يبقى إيه اللي حاصل؟ يصحبه ومش بس بيحترموا طول الوقت ده كمان بيعملوا معاملة تخليه يذهب عنه الوجع والضيق مش بينتقدوا بيلوموا بيحكم عليه أحكام مش حقيقية ومش بي ومش كمان مش ملتفت لدوافعه لا ده ملتفت لدوافعه ومقدر ظروفه ومحترم ده كله ومحترمه والاحترام ده أساس الصداقة وده اللي بيخلي الصديق يفتح قلبه لصديقه بدون خوف هو بيحكيله لأنه حاسس ان هو عيفضل محترم لأنه لو حاسس ان هو لما يحكيله ده وقت عيناقص منه وبعدين يتخذ عليه وبعدين يحسسه ان هو عنده نقص او عنده اتراب نفسي اكيد مش يحكيله مرة تاني تاري حاجة انه يبقى فيه صدقه شفافية فيه ناس بيعتبروا ان الصديق اه انا ممكن اقول حكيله بس انا ممكن كمان في بعض الاحيين لما تكون الصديق ده الزوجة احكيلها حاجات ما تتناسبش احنا لما نكون اصدقاء بنتبادل مع بعض المشاعر والافكار بشكل فيه ايه فيه صدق يعني لما يكون هو عنده احتياج يقول لها بشكل صريح مش جارح الصراحة مش معناها المجارحة المصراحة مش معناها المجارحة وازاي يعمل كده يقول انا محتاج كذا بس ما يقول لاش انت عملت كذا هنا هيساعد هيساعد التواصل الصادق والشفاف ده هيساعدهم على بناء السقة والتواصل مع بعض والفعال اللي لابد يكون ما بين الزوجين لان لو ما فيش تواصل ما فيش صداقة بالعكس ده الواحد لما بيكون بيضيق بالحال بيروح ليه يتواصل مع صيق فيه ناس كتيرة بيطلبوا من زوجاتهم انهم يقعدوا معهم عشان يكلموهم فالسوقة ما تتحسش بأهمية ده او الزوج الزوج هتطلب منه ان يقعد يكلمها هو مش عارف أهمية ده لا ده مهم جدا ان انت عشان تبني صداقة زوجية لازم تهتم بي الوضوح والصدق لان بدون الوضوح والصدق هيبقى فيه تجريح ويبقى فيه تضييق وانفعال وعشان كده هيبقى الاتنين اذا كان فيه وضوح وصدق مرتحين ويبقى التواصل بينهم هو تواصل رحمة وتخفيف وكل ما كان الشخص عارف ان هو عنده حد ممكن يتواصل معاه بصراحة ويقول له مشاعره بصدقه بشفافية كل ما يحس بالامان ويحس ان في اي وقت في الشدة هيجد حد قريب منه ويساعده ويسمع كلامه من غير ما يحاول ليقزيه ويبقى هو العين اللي بيشوف فيها ويبقى كمان هو حاسس ان هو قادر يتعامل مع الحياة بشكل افضل ويفهموا بعض من غير كلام لدرجة ان هم يوصلوا ان هم لو خارج البيت يتكلموا مع بعض بالنظر ويفهموا بعض بالنظر لان هم تعودوا ان هم صدقين مع بعض وشفافين مع بعض اشتركوا في القناة